السلام عليكم ورحمة الله لا نزال نتحدث عن عمليات البلورة ونتكلم دلوقتي عن أثر درجة الحرارة على عملية البلورة ذكرنا سابقا بأنه نستطيع أننا نتحصل على Super Saturated Solution بواسطة رفع درجة الحرارة لهذا المحلول وممكن بوساطة إذا كان لدينا علاقة ما بين الConcentration والTemperature ولدينا هنا مثلا الإكوليبريام كير عند تمثل هذه المنطقة السوبر Saturated Area بينما تمثل هذه المنطقة الأنساتوريتد أيريا ويمثل هذا المستقيم الفاصل بينهما الإكوليبريام بوينت فإذا ابتدأنا من النقطة A مثلا A specific concentration A specific temperature وبدأنا عملية البلورة يبدأ المحلول بفقد تركيزه ونبدأ بالاتجاه نحو الإكوليبريام لين نفترض بأنه انتهت عملية البلورة عند النقطة B إذا حبينا إننا نزيد المحلول ونرجع مرة أخرى إلى السوبر Saturation بدون إضافة المزيد من الصليوت نستطيع فقط أن نرفع درجة الحرارة إلى النقطة C وبذلك نتحصل على سوبر Saturated Solution بدون الحوجة إلى إذابة المزيد من الأملاح في المحلول إذن نستطيع إننا نحول المحلول إلى سوبر Saturation فقط بواسطة the alteration of the temperature without the need of adding an extra salt into the solution نستطيع أيضا إننا نقيم the super saturation point can be expressed as an equivalent of temperature difference وليس as a concentration difference لأننا بزيادة درجة الحرارة إننا نستطيع أن ننتقل إلى level of saturation فبالتالي نستطيع بذلك الحصول على هذا المحلول بدون الحوجة إلى adding an extra salt لدينا أيضا النucleation نستطيع إننا نعرف the rate of nucleation على إنه the number of new particles عدد البلورات التي تكونت per unit time per unit volume of the magma أو في حالة بداية عملية البلورة of the free mother liquor solution هذا الرate of nucleation is one of the most important parameters that controls the crystal size distribution إلى ذلك نستطيع إننا نصنف النucleation إلى ثلاث categories لدينا el primary nucleation وال secondary nucleation اللي سبق التكلم عنهم في المحاضرات السابقة وذكرنا بأن primary nucleation هو خلق البلورة التي تنمو إلى بلورات مكتملة الشكل هذه البلورة أثناء نموها قد تحفز خلق بلورة جديدة لتنمو وتعطينا شكل إضافي فبهذه الحالة تعمل هذه البلورة as a secondary nucleation parameter لخلق بلورات أخرى لدينا السبيريوس نيوكلييشن هي الخادعة أو الغير مستقرة البلورات الغير مستقرة والتي مع ارتفاع حرارة المحلول تختفي وتذوب بصورة عامة النيوكلييشن ينقسم إلى هوموجينيوس وهتروجينيوس في حالة الهوموجينيوس نيوكلييشن لا نحتاج إلى إضافة بلورات معدة سابقا إلى المحلول من أجل تحفيز عملية البلورة بينما في حالة الهتروجينيوس نيوكلييشن هذه البلورات تضاف من أجل تحفيز عملية البلورة وتحويل المحلول وتنشيط السوبر ساتيوريتد سالوشن حتى أنه يكون ويعطينا بلورات بنهاية العملية ترجمة نانسي قنقر